هلو يا هلوين النهاردة جايبا لكم معايا عطر مفاجئة وعدتكم ان انا هكلمكم كتير عن عطور لطافة اللي هي بتحكي العطور الديزاينر والنهاردة جاي معادنا مع عطر مشهور جدا وهو عطر قمة باي لطافة الاخضر النسخة النسائية ولكن قبل ما نتكلم عن العطر خليني اعرفك بيا لو اول مرة بتشوفي القناة فانا دينا ودايما بعملكو ريفيوز عن العطور اما اذا كنت من متابعتنا العزيزات القدامة فاولكم باكتو ماي تشانل بتنسيش تعملي لايك للفيديو لو الفيديو عجبك وكمان الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناة ممكن طبعا تقدر تشترك في القناة لو حاب تشترك فيها وتفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكوا دايما نوتفيكيشنز باي فيديو جديد بينزل يلا نبدأ نتكلم عن عطرنا النهاردة عطرنا النهاردة هو عطر في شبه كبير من جود جيرل او هذا ما يقال يعني انا في رأي عشان اللي عايز يعرف في شبه ولا لا هو في شبه طبعا ولكن ما قدرش اقول انه هو ايدنتيكال منه يعني مش نفس نسخة العطر ايه الفرق ما بينه وبين جود جيرل جود جيرل اول ما هتروشيه هتشمي ريحة فراش من اليسمين من الازهار البيضاء من ريحة الحمضيات اللي زي اللمون عطر فراش قائم على ريحة فراش جيرلي بيناسب فئة كبيرة قوي من الناس وبعد كده يبتدي يدخل في ريحة الكاكاو ريحة البرالين ريحة السويت ريحة البير او الكوميترا اعتقد وفي الاساس هو عطر ازهار بيضاء عطران النهارده بقى كانسل خالص الابنينج الفراش والازهار البيضاء ويدخل في المهمة على طول جاب دي ايه جود جيرل من الاخر العطر ده برغم عدم وجود نوتة التونكا كان نوت لستد في النوت بتاعته ولكن هتشمي ريحة التونكا بوضوح هي ايه ريحة التونكا ريحة التونكا هي ماكس كده ما بين ريحة اللوز ما بين ريحة التوباكو ما بين ريحة الفانيلا ريحة السويت ريحة ادكتف جدا انا من الناس اللي بعشق ريحة التونكا ريحة كده بتحسي انها كأنها فانيلا على مكسرات هي دي الريحة اللي بتبقى واضحة قوي من التونكا العطر ده هتشمي فيه ريحة دي مع ريحة خشبيت خيالي كده ريحة كريمي كده من المكسرات مع السويت مع عمبر اللي هو بيكون شرقي ودافي جدا مع ريحة أخشاب كريمية قوي مع ريحة فانيلا ريحة شجري والبداية أو الافتتاحية من عطرنا النهاردة فيها ثلاثة نوتس يعتبروا نوتات عشبية ولكنها بصياغة مختلفة فيها ريحة اللفندر والزعفران والمريمية المفروض تحسي إن المكونات دي هتخلي العطر الذكوري مثلا وريحته فراش قوي لأ خالص بقى هتحسي إن العطر ده افتتاحيته أرثي جدا أرضية كده لذري جلدية تحسي عمزة الجلود وسويت الحقيقة الزعفران بيدينا ريحة بتشبه الهاني العسل مسكرة جدا مع ريحة لذري ده سما كده الدانس كسيفة بتحسي معها بالفخامة العطر ده على فكرة بيناسب شخصيات اللي بتميل للعطور الفخمة يعني لو عايزة تظهري بمظهر فخمه في نفس الوقت أنت بتحب الريحة السويت فالعطر ده دافنت ليليكي عطر شرقي عطر فيه ريحة العنبر والريزنز اللي هي الصمغيات اللي بيدي ريحة كده كثيفة جدا بيدي ريحة كريمية جدا ريحة دارك تحسي إنها عطر كده فيه غمود بس غموده بس أوفر قوي لأنه هو السويت السويتنس عادة يعني بيدي ريحة كده مألوفة شوية فممكن ما نحسش معها بالغمود الأوفر ده ولكن في رأيي أنا الليدر لما بتستخدمه فيه ميل بيدي كده شخصية مميزة ومختلفة يعني أنا بشوف إن اللي يميل للزعفران والعنبر والتوباكو والريحة دي عموما من النساء هي شخصية بتدور على حاجة يونيك حاجة مختلفة تماما فالعطر ده هيديك الفايبس دي ولكن صغيها بقى في الريحة الكومن الدرجة اللي من الDNA بتاع جود جيرل في رأيي هو عطر عايز يكون فخم جدا جدا في نفس الوقت مش عايز يبعدك ويخليكي تنفري من الرواقح اللي هي الشرقية التقيلة الكسيفة فأخد كده من الDNA بتاع جود جيرل وضف له وكسف فيه الحاجات اللي عايز يخليها كسيفة زي العنبر وزي المر من النوتس اللي مش كل الناس بتتقبلها ولكن صاحبة الشخصية القوية الوضحة اللي بتميل للفخامة قوي هتميل جدا للنوعية دي من السنس عموما العطر ده هتحسي إنه ورحته كريمي جدا سويت جدا فيه ريحة فرش شوية وهي ريحة اللفندر اللي هنا في الصياغة دي بيكون سويت قوي يعني بتحسي إن اللفندر هنا بيشبه شوية اللفندر اللي في مونجرلان اللي برضو حاب يعمل تونكا مع فانيلا مع اللفندر فخلى ريحة اللفندر كلين ووضحة ولكن جي بعد كده خلى القاعدة بتاعته قاعدة دسمة كده من التونكا والفانيلا دفية جدا هنا أنا حاسة إن اللفندر أقل كتير من اللفندر اللي استخدم في عطر مونجرلان ولكن ستيل موجود الزعفران في رأي أكتر بكتير من اللفندر ريحة المريمية الحقيقة أنا مش شمها قوي ولكن هتحسي في تحية هيربل ولكن سويت تبتدي بقى تخشي في ريحة الصوفت سبايسز اللي بتديكي ريحة لدري شوية وبعد كده العطر يدخل في العنبر والمر وبعدين يبرد على ريحة خشب الأرز والعود ويبتدي تطلع ريحة كريمي كوزي جدا مريحة للأعصاب قوي كل ده أنت بداخل دي ان اي من عطر جودجر فهو صياغة كده يعني حاب يمسك زي ما بيقولوا العصايا من النص خليني في سنت ديريج ومعروف ولكن في نفس الوقت يلا نعمل تعزيز الرواقح بقى اللي هي الشرقية الدسمة الكسيفة فأنا في رأيي عجبني برضو يعني أنا حبيته ولكن في رأيي أنا جودجر كان بالنسبة لي ألطف لأن أنا كنت مفتقدة الريحة الفراش اللي جاي من اليسمين لو هو كان ضفها للعطر ده كان بقى نسخة من جودجر فهو برضو حاب يعمل شخصية العطر قمة منفردة شوية عموما العطر الكريمي سويت خشبي جدا عطر بيناسب فصل الشتة طبعا بيناسب الأوقات المسائية جدا عطر لا يصلح للصباح ولا يصلح للصيف وما ينفعش أن إنتي تستخدميه زي ما بيقولوا عمالها لوطول كده أفدا عطر عايز أوقات معينة العطر عموما عطر قوي زي ما قلنا ولكن أداءه أقل من أداء جودجر كفوحان وثبات يعتبر على الملابس السبات ممكن يعدي اليوم ويفضل في الملابس ولكن الفوحان فوحان أعلى من المتوسط مش زي فوحان جودجر اللي بيكون فوحان رهيب بترشي القوضة كلها بتبقى ريحتها جودجر ده كمان يعتبر فوحان كويس ولكن أقل من فوحان جودجر طبعا عطر يعني يعتبر قيم فخم جدا ريحته مش بتناسب الأزواء اللي عايزة عطور خفيفة وعطور نظافة وعطور اللي هي يعني سهلة الاستخدام تغديها وتنزلي على طول لا مش ده ده عطر كده عايز تكوني في مود معين عشان تستخدمي مود كالم مود عايزة تعملي عايزة تشربي في انجان القهوة في ريحة كده غنية من ريحة والأخشاب الكريمية السويت عطر فخمة جدا جدا أرشحه ليكي بقوة إذا كنتي بالناس اللي بتحب عطر جودجر أو كنتي بالناس اللي بتحب بلاك أوبيوم كنتي بالناس اللي بتحب عطر مونجرلان ولكن خد يبالك الليفندر مش بالقوة دي تقدري أصلا ما اطلح زهوش وتحسي أنه هو بس إدى العطر ريحة تشبه ريحة الكريمات مش أكتر ولكن الليفندر مش ملحوظ إذا كنتي كمان من الناس اللي بتحب العطور اللي فيها فانيلا العطر ده هيعجبك ولكن ريحته شرقية جدا فيها ريحة العنبر بيميل الازواء اللي بتدور على حاجة مميزة جدا جدا جدا. آآ بس كده ده كان رأيي في العطر بتاعنا النهاردة عطر قمة اتمنى الريفيو يكون عجبكو اكتبوني تحت في الكومنتات قولولي جربتوا العطر ده ولا لأ ولو جربتوه عجبكو ولا لأ وبتشوفوا يشبه جود جيرل بنسبة قد ايه. شوفكم الريفيو اللي جاي حلوين. وباي باي.